بعض الأحيان نميز بين نوعين البكتيريا والفيروسات زي ما هو صعب بين البقدونس والقزبر فلنتعرف الأختلاف بينهما البكتيريا هي حيوانات صغيرة يمكن أن تتواجد بين التربة والماء وتتواجد بين داخل جسم الإنسان وهناك أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات هي حيوانات تقيقة صغيرة جدا لا تعيش بمفردها بل تحتاج الدخول إلى الخلايا السليمة للتكاثر فيها لا يمكنك أن تراها بالعين المجردة نحتاج مجهرا كي نراها طبعا هذا الكلام النظري دعونا نشرح بأمثلة ملموسة وتعرفونا من الأمراض التي تسببها الفيروسات نزلات البرد السعال والتهاب الحق أو الزكام الحصبة أو يلقب جدر الماء والتهاب الكبد أما الأمراض التي تسببها البكتيريا التهاب الرأيتين التهاب الجلد التهاب المسالك البولية التهاب المجاري الدموية السحاية أو السعال لكن لماذا نشرح لك الفرق بين الفيروسات والبكتيريا لأن معرفة الفرق بينها للاستعمال المضادات الحيوية تتشابه بعض الأحيان العراض بين البكتيريا والفيروسات لذا وحده الطبيب قادر على معرفة متى يحتاج جسمك للمضاد الحيوي لا تعالج المضاد الحيوي والفيروسات لأنها فعالة فقط ضد البكتيريا أي يعني فيروسات مثل أنفرونزا أو كوفيد نايتين أو تلك التي تسبب نزلات البرد لا تحتاج إلى مضادات حيوية للشفاء منها لا تتناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب تجنب الذهاب إلى الصيدة للشراه من دون وصفة طبية ولا تأخذ الأدوية خاصة المضاد الحيوي قاربكم حتى لو العراض متشابهة واعلموا أن المضادات الحيوية تناول المضادات الحيوية باستمرار وبالشكل الخاطئ أو من دون الحاجة إليها تفقدك على قتل الفيروسات لأن البكتيريا الذكية للغاية تتكيف مع الدواء هذا التي تسمى ظاهرة اليوم المضادات الحيوية وهي مشكلة عالمية لذا ساهم التصدي لهذه المشكلة لا تصرعنا للطلب مضادات الحيوية من الطبيب أو الصيدلاني من دون وصفة طبية حتى لو اعتقدت الحصول على الدواء مباشرة يوفر لك المال أول وقت نقول للصيدليين انطلعوا على وصفات الطبية امتنوا على أعطاء المضادات الحيوية وصفة طبية وللأطباء احذر على وصفة طبية منع مقاوة المضادات الحيوية وهو مسؤوليتك أن كنت مريضا أو عامل في المجال الرعاية الصحية لا تنسى أن مقاوة المضادات الحيوية يمكن أن تأثر على أي شخص كان ترجمة نانسي قنقر